بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحباء في الله لقاء جديد وحلفة جديدة مع الطب الآمن حلقة النهاردة أيها الأحبة في الله همديها عنوان يكون جذاب شوية هتكلم عن دستة أخطاء صحية دستة أخطاء صحية يعني عندي 12 خطأ بيقع فيهم كتير من الناس بتأدل مشاكل صحية كبيرة أول هذه الأخطاء بعد من سمي ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ استخدام الموبايل قبل النوم مباشرة كتير من الناس يرضى لو أخذ الموبايل ويبدأ فاتحه وعمال يطالع في رسائل أو يرد على رسائل أو يشوف فيديوهات أو يتابع أخبار قبل ما ينام مباشرة وجد العلماء إن شاشة الموبايل قبل النوم بتقلل مادة الميلاتونين اللي هي بتخليك تسترخي في النوم كتير من الناس اللي يقولك أنا بقى عندي أرق هو يكون سبب الأرق اللي عنده استخدام الموبايل أو اللابتوب قبل النوم مباشرة يعني يا ريت قبل ما ندخل السرير كده نقول بنص ساعة خلاص نطف الموبايل نركينه نروح يشحن بقى ونشيله ونبدأ نقرأ بعض آيات من القرآن نقول بعض الأذكار بعض الأدعية حشان نأهل الجسم لإفراز مادة الميلاتونين إنما أفضل ماسك الموبايل لغاية آخر اللحظة أقولك أنا بتغفل وأنا ماسك الموبايل ده من الأشياء اللي وجد العلماء إن لها أثر سيء جدا على الصحة وخصوصا أثناء النوم تاني خطأ بنقول هو خطأ يمكن نعلمه بنا وإحنا أطفال ولكن نقول لغاية دلوقتي كتير من الكبار يقعوا فيه وهو عدم غسل الأسنان قبل النوم كتير من الناس بيأكل ويشرب ويشرب شاي وقهوة مواد صبغية بتزبغ السنان ويأكل قبل ما ينام أي أكله طبيقه ويخسي البقه كده غسيل إنما يترك الفضلات اللي بين الأسنان وهو نايم بعض الناس نقول لهم اللي عنده فراغاته وخصوصا الناس الكبار السن اللي بدأ الليسة عندهم ينكمش بيقول لك إنما كنتش عند الموضوع دلوقتي بين كل سننا وسننا فيه فراغ بيخش الأكل فيه ويقعد ويعمل لي قلة وأحيانا نقول له استخدام الفتلة فيه فتلة خاصة بتنظيف ما بين الأسنان استخدمه واستخدام فرشة الأسنان قبل النوم دي من الأشياء المهمة يعني بلاش العادات السيئة إن احنا خلاص مضمضنا بقنا والنام لا دا مش كفاية لابد من غسيل الأسنان وإزالة أي أطعمة ما بين الأسنان في الجيوب اللي بيسميها في الليسة الجيوب الليسوية لول تالت مشكلة أو عادة صحية سيئة عدم الاهتمام باللياقة البدنية في أي سن وفي أي مرحلة آه في أي سن وفي أي مرحلة يعني الأطفال يعملوا آه الأطفال يعملوا تمرنات الشباب دواجب على الشباب طب الرجال الكبار والنساء آه عليهم لابد أثناء الحمل آه أثناء الحمل والرضا عن يعمل تمارين طب كبار السن اليوم آه ليهم تمارين إيه دا يعني في جميع الحالات مرضى القلب ومرضى السكر كل كلهم يعملوا تمارين الحفاظ على اللياقة مش أن أنت يبقى لك شكل كده عضلات وماش ينفش نفسك لا أنت بتحافظ على مرونة مفاصل على قوة عضلة عشان ما تبقى واقف هتتعرض لأي موقف ما نلاقيش بعض الناس وهم شباب ليه وافرج ليه عملة ترعش وواقف مش قادر يمسك نفسه أو مش قادر يؤدي بعض الوظائف المطلوبة منه لأنه قعد فترة طويلة على المكتب يذاكر وما بيتحركش فمنقول لكل هؤلاء الحفاظ على اللياقة البدنية أساس وترك التمرينات معادة صحية سيئة لابد أن احنا نتحرك ربنا خلقنا كائن متحرك مش كائن ساكن نايم ما بيتحرك لا لابد أن احنا نتحرك العادة السيئة أيضا نقول عليها الرابعة هو عدم أغز الراحة في النوم يعني واحد ما بينامش نوم كفاية طب ازاي بعض الناس يفضل صهران صعبان عليه ينام عمال بيلعب لعبة ولا بيعمل على الشات على النت أو وبعدين ينام عنده الصبح جامعة وعنده مدرسة أو للكبار بعندهم شغل فيصحب مبكر يروح يبدأ شغال بقى شاي وقهوة ونسكة فيه وتاع حاجة عشان تخليه صحصح بس ما نامش النوم الكفاية اللي هو السبع ساعات المتوسط سبع لثمان ساعات في ديوم ما بينام همش يقولك نام اربع ساعات نام خمس ساعات يقوله ده مش كفاية وعايز يقدي وظيفيا جيدا ويقولك ايه وعايز اشتغل شغلة بعد الظهر يعني عايز بعد ما يروح من شغلته الأولى يقولك روح اقف في محل لأعمل احسن مستوية او دخلي او اقدر اسد احتياجات بيتي يقوله بعدم موجود النوم الكافي انت مش يتقدي ده انت بتقدي لهدم صحتك لانك ما بترتاح الراحة الكافية النقطة اللي بعد كده نقول التدخين السلبي عادة انا مش اقول التدخين ان كل الناس عارف ان التدخين مضر جدا بالصحة لا التدخين السلبي مشكلته كبيرة جدا ليه لان انا مش باش رب بس النيكوتين اللي طالع مع مادة القطران واو الاكسيد الكربون لا ده انا باخد ثاني اكسيد كربون كمان معاهم مشبع من رئة واحد تاني وجودي مع مدخنين في مكان بقول اثر السيء البدني اعظم من ان انت بتدخن سجارة لوحدك طبعا الاتنين غلط انا مش بقول كده عشان احل اللي ما بدخن ش الدخل لا انا بقول ان حتى وجودك معهم يعني تبقى دول ده يمثل بالنسبة لك جليس السوق اللي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الواحد يجلس معايا ليه هيصيبك من دخانه ده اكيد جسمك هيتأثر سلبيا اكيد هتعاني ها اكيد لو عندك بقى شوية تحسيت صد والله رب وشع بي ولا شديدة جدا والكلام ده للنساء ايضا ان انتشرت دلوقتي موضة البنات والفتيات والستات عشان تباين نفسها ان هي مستواها راقي فتلاقي قاعدة في المكان اللي هو الكافتيريا اللي فيها الكافي وقاعدة ماسك الشيشة ورفع حاجة بكده وغمضة وبتعمل نفسها اللي يعني ايه كل ده اشباع نفسي يعني هي بتققيل تستطيع تبقى متحررة امرأة تقولك انا independent يعني انا يعتمد علي انا مش ماعتمد على راجل انا انا متخيلة ده بيجي بالدخان اقول لها لا انت كده كذبتي ده مش صحية انت بتضر بصحتك وبتضر بصاحباتك اللي قاعدين معاك اللي بيدخانوا تدخين سلبي ايضا العادة السيئة الاخرى وهو الاستهلاك الزائد للشاي والقهوة والنسكة فيه يعني نقول للكافيين ناس بتوفرط في استخدامه الافراط يعني ايه فنجان ورا فنجان فنجان ورا فنجان قهوة وممكن الافراط ايضا في استخدام السكر في بعض الناس خصوصا يعني بعض الاخوة اللي في الواجه القبلي تجدهم يحبوا السكر جدا يقول لك الشاي حط لي سبع معالي السكر يقول لك انا بحبه كده انا بحب كل حاجة سكرها زيادة نقول الافراط في الشاي والقهوة والسكر يؤدي لامراض سيئة جدا ولابد ان احنا نتوقف عن هذه العادة السيئة ايضا من العادات السيئة اللي بيقع فيها كثير من الشباب البنطلونات الديقة البنطلونات الديقة بتشكل عبق ومشكلة كبيرة جدا على سرايان وتدفق الدم في السقين وبعد الشباب تلاقيه لابس بنطلون تقول سبحان الله ما استغرب لبسه ازاي من ديق البنطلون وبعد البنات نفس القص نهيك عن الحرام ان الجسم متفصل وان العورات بينه لا ده دي مش انما صحيا هو في عنده ضغط عن نهايات العصبية اللي في السقين ضغط على الاوردة والشرايين اللي ماشيين في الرجلين طب ايه تاني اعاقل سريان الدورة الدموية في الرجلين اعاقل تطفق نقول السوائل في الاوعية اللي مفوية طب ما يحصل لهذه الاعاقة خصونا ما بالبس بقى بانطلون من دول وهو يكون جنس اصله يعني اقماشته سيئة وطن الرجبة والرجبة تبقى فيها من وراها زي السكينة بتتبح مع شوية عرق بسيط ممكن تعمل الاتهابات جلدية شنيعة ليه لان انا مفروض بانطلون زي ده ملامس للجلد اي تنفس للجلد مع وجود عرق لازم البانطلون تغسل على طول عكسها ما بقى منطلون في الفاض العرق ما بقاش نازل ملتصح فيه على طول ممكن يطير لا الملبوس ده العرق اللازق في الجلد لو ما كانش يطير باننا نغير هذا اللبس او الواحد يستحم او نغسل هذه الملابس اتقدي الى التهابات جلدية سيئة للغاية ايضا من العادات السيئة اللي عند الناس وهي عادة كتم العطاص كتم العطاص اللي قال عطصة الواحدة ما يجي يعطص يروح عامل نفس مسكها انت انت بتكتم العطصة الضغط بيرتفع جدا في عينك وبرتفع في المخ ده ممكن يؤدي المشاكل كبيرة جدا عند كبار السن يتعود ان العطصة دي من الرحمن ولذلك الواحدة او في كمه لو مش لاحق سيعتص ويحمد الله عز وجل لان هذه العطصة متخرج كثير من الامراض من جسمك لكن انك تقعد تعتص تكتم العطصة قد تؤدي الى بعض المشاكل الكبيرة جدا واللي علاجها يبقى صعب في المخ وفي الاوعيات الدموية المخية بنقول عايزين نقلل برضو من العادات السيئة الافراض في استخدام العطور الطيارة اللي هي بخاف بيستخدموش العطور الزيتية والنبي عليه الصلاة والسلام كان عطره اللي هو الدهن يعني بيدهن زي الزيت ده من افضل العطور ليه لانه اما بيتواجد على الجلد وجده نادر ما يحدث منه رد فعل نقول تحسوسي ما بيحصلش حسية منه لكن اللي بيرش رشات ممكن يحصل منها تحسوسات في الجلد ممكن تؤدي لبعض النتائج السيئة ايضا من العادات السيئة الافراض في شرب العصائر المعلبة كتير مع موسم المدارس نلاقي الام خايفة على ابنها حبيبها او على بنتها حبيبتها تروح تطالها في صندوق المأكلات الاكل سندوتشات وحط علبة عصير طول عشان لو رئه نشف حس عايزين حاجة سكر هي بتشرب طبعا هي الام لا تدري وها بتدري علبة العصير انها تعطي مواد حفظة لهذا الطفل اللي لسه بينشأ قد تؤثر على قدرته العقلية والمخية ان في ابحاث كثيرة اجرية تعالى بنقول المواد الحفظة اللي بتضع في العصائر وجد كتير من العلماء ان لها اثر سلبي على التحصيل الدراسي وعلى الزاكرة سواء الزاكرة الوقتية او الزاكرة البعيدة تؤثر عليها شوفوا راكز بقى لذلك بنقول الافراط في هذه العصائر امر خطأ كما هو الافراط الحال في العصائر الطبيعية يعني منفعش واحد تباقيه كده يقولك والله انا اروح انزل اشرب عصير العصير كويس ونحل العصير منظف الادوات ومنظف الاصب وبعد تمام بس ميجي عبيلي كباية اشرب كباية لا انا واقف جنبه اشوف ابو لا كباية كمان طب كمان كباية طب شربنا كام لغاية دلوقتي يقول له اربعة هل كمان واحد وكأنه في صراع وفي حرب مع نفسه بقول حتى الافراط في العصائر الطبيعية مضر جدا للصح اول الاضرار ارتفاع نسبة السكر في الدم اجهاد للبنكرياس عشان الانسولين لازم يطلع وطبعا بتملى المعدة وبتأدي الى سمنة مفرطة يبقى اللي عايز يشرب يشرب باعتدال اشرب كباية عصير يبقى ما اقولش لا العصير الطبيعي اشرب باي كمية يعني دلوقتي في نوع من المنجا مثلا الكيت موجود يلاحد 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 جايب وقا كارتنتين ويقول لمراته قال الله شفاش المنجا تشتبه كباية في اتنين في تلاتة نقول ازاي الصحة مش هتتحمل كمية السكر الكبيرة جدا اللي موجودة في المنجا بهذه الكيفية وبعدين ممكن هو يجي كده تلاقيه يعني يفتخر لو ما بحطش عليه سكر طب ما السكر اللي موجود في الفلكتوز نفسه اللي موجود في المنجا انت عمل تشرب بينه كميات طبعا الكم خطأ جدا في الطبيعي وكم والكيف خطأ جدا في العصائر المعلبة طيب النقطة اللي بعد كده انتشرت في القاوينة الاخيرة استخدام الصابون المضاد للبكتيريا الصابون المضاد للبكتيريا بقول الافراد في استخدامه ضار ليه انه على جلدنا طبيعي بيبقى فيه بكتيريا نفعة جنبا الى جنب مع البكتيريا الضار اما انا بغسل ايدي بالماء والصابون العادي او واستحم بنزل البكتيريا الضار والنفعة ولكن مش اللي بضمر بها سلالة البكتيريا النفعة اما بحط الصابون المضاد للبكتيريا بتضمر البكتيريا النفعة بسلالات فاعد فاعد فترة بعاني ان البكتيريا الضار ممكن تتأسد علي او انا شلت الجوز من دفاعات جسمي وهي البكتيريا النفعة ايضا من الاشياء الاشياء والعادات الصحية الخطأ في بيوتنا هو ان بعض الاواني البلاستيكية ضارة جدا بالصح كتير من الاسر يقولك انا بحفظ الاكل في علبة قلبة بلاستيك يحط الاكل في بلاستيكات ضارة جدا ولذلك هنلاقي حروف تحت كل علبة بلاستيك في علبة لها حرف يقولك ان دي تدخل الماكرويف بلا ما تدخلش في علبة تانية يقولك ان الاكل اللي فيها لو سخن تسخن يضر ان هو البلاستيك بيمتص الحرارة وبيطلع مادة كيمائية تضر بيمفعش احط فيها حاجة سخنة بعض العلب من دول يقولك اما تحفظها في التلاجة اما تجي تفك الحاجة اللي فيها تفك مرة واحدة بتطعتش تفك شوية وتجمد تاني بتحصل في ايه بقى ان نفك شوية جمد تاني في اغلب اكلاتنا انا قاعد في عيلة والعيلة دي كبيرة فلوحطين الصينية اللي فاضت من الاكل في الفريزر فواحد رجع من الجامع عايز يأكل يطلع الصينية بيتفك ويأخذ هو الاكل يقد ورجحها تاني تجمد وبعدين يفك ويتجمد خمس ست مرات مع نوع اكل واحد فيه اوانية بلاستيك قد تكون تحمل الضرر والضرر الشريك جدا للانسان بكده نقول الاثناشر عادة سيئة لابد ان احنا نلخصهم ونعدهم بسرعة ونعدهم مع بعض اول هذه العادات السيئة استخدام الموبايل قبل النوم نمرة اثنين عدم غسل الاسنان قبل النوم نمرة تلاتة عدم الاهتمام باللياقة البدنية في اي عمر رقم اربعة النوم الغير كافي واحد يجهد نفسه ما ينمش كفايا الخامس التدخين السلبي ابعد عن صاحب السوق طول ما انت قاعد ينفق فوشك السادس الاستهلاك الزايد للشاي والقهوة والسكر العادة السبعة لبس البنطلون الديق اللي بيقدي لالتهابات ومشاكل مع النهايات العصبية رقم تمانية كتم العطاص ايه وعا تكتم عطصتك بس المطاعدة ستقولي الحمد لله التقليل من استخدام العطور البخاخ العشرة العصائر والافراط فيها المعلبة والعصائر الطبيعية بكميات كبيرة الحادي عشر الصابون المضاد للبكتيريا نبتعد عنه ولا نستخدمه نستخدمه مرة واحدة في الاسبوع ولا نستخدمه لمدة طويلة اخر واحدة استخدام الاواني البلاستيكية في حفظ الطعام وبنقول لهم ياريت تحفظوها في فخار او في اطباء زجاجية صيني انما البلاستيك نبعد منه قدر المستطاع طبعا في نهاية هذه الحلقة عندنا نقول قصة وحالة هي امرأة ايضا يعني جات الايادة المرأة بتحب اولادها كاي ام ولكن حبها الشديد عليهم يخلي مثلا لو الولد رايح الجيش تقعد تعيط وتعيط يعاد شديد فليها ابن ربنا يحفظ له ابنائها جميعا وجميع ابناء المسلمين سافر للعمل في الخارج يعني عند قريب لي قعد شهري دار على شغل اتنين ثلاثة بدأت الام تقلق وتبكي طبعا البكاء الشديد والاستمرار في البكاء طبعا مع دعك العين قل يحصل عندها جرح في الشباكية بتاعت العين راحت للدكتور ربنا يبرك فيه كشف عليها قال لها احنا مضطرين نعمل عملية لعلاج الشباكية ان انت جرحت الشباكية وكتر البكاء روحت من عند الدكتور وجهت دعواتي لان ربنا يرزق ابني وان يشفيني ربنا بتقول بس بقيت بدعي بطريقة مختلفة ابعياتش بدعي وانا عندي يقين ان ربنا هيوجد لابني شغل وان ربنا هيشفيني هنا بقى اليقين انا عنده ظن عبدي بيه راحت دعت واستودعت ابنها ربنا واستودعت صحتها الربنا ونامت تاني يوم راح اتامل التحليل قال اتعدى على الدكتور العيون اللي هيعمل العملية فبيكشف عليها قالها ماشاء الله تبارك الله الجرح التأم لوحده مش هتحتاج عملية الجرح اللي في الشبكية مش هتحتاج عملية الستة قالت اللهم لك الحمد فراحت اتصلت بابنها فابنها قال لا يا امي النهاردة اول يوم شغل لي نقول سبحان الله سبحان الله خزينه مليانة ولكن احنا ما بنطلبش ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه اما يجيب المضطرة اذا دعاه اذا دعاه ادعوا ربنا وكتير من الناس اللي دلوقتي بتعيط وتبكي على حال الامة نقول لهم ادعوا ربنا انه ربنا يكتب لنا النصر والتمكين اللهم امين وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته